مجسامات بمختلف الأشكال والأحجام أبدع في صنعها الفنان محمد الأمين سعيدي ابن مدينة ندرومة في تنمسان أشكال مصغرة تحاكي الحقيقية صممت بأدوات بسيطة ومواد لا تكلف الكثير أنا في الأول بديت نرسم نرسم السيارات ومن بعد بديت نجسدهم سمع نديرهم بالكارت ونوقع من بعد طورت كما يقوله بديت نسيين نطور هاد الوهيبة وزيت كما يقوله من لون نحب عالم سيارات ونحب هات صوالح سمع زيت طورت فيها وزيت كما يقوله بحثت فيها بوحدي أنا ما قرأت شو لقدرت انفورماسي ولا هذا هو الاشي صعيب محمد دفعه شغفو بفن التصغير لتخصيص مكان في منزله للإبداع وعرض تحفه الصغيرة كالسيارات القديمة والأسلحة الحربية التي تتفنن أنامله في تدسيدها هذه المجسمات المصغرة فيهم جانبي تقدر تستعملهم كجانب تقني فيها حسابات وليشال ومقياس وقع وتقدر تدخل فيهم هما نوع من الفنو تقدر عودة تجيب عندها أنكوتي فيه أرتيستيك أنا نجي في الوسط ما نجي تقني ونجي شوية فني ركا اختر اليوم هات صوالح يعتبره من اسم التصميم والديزاين في المجال الفني بفضل إبداعاته استطاع هذا الحرفي أن يحجز مكان له في عديد المسابقات والمعارض الوطنية بمناسبة 60 عام للاستقلال كنت مصمم ديكورت على ثلاثة دبابات وشاحنة ناقلة للجنود من نوعها الفطرق في ملحمة الجزائر الكبرى آلاف شهادو اللي داروها لو كارجوي هذا اللي فات وعودوها في البريمي نوفوم ملحمة في الأوبيرادالجي ومؤخرا درت معارض خاص ونشكر دار التقافات لمسا اللي عرضتني باش درت معارض خاص نستعرض فيه قاعد المجسمات اللي خدمتهم ولي كانوا عندي ويسع محمد إلى الارتقاء بهذا الفن وتصليط الضوء عليه اشتركوا في القناة